السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله ما صلي وسلم على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد ومجيد مرحبا بكل مشتركين قناة روح وريحة الخياطة والكروشي على اليوتيوب مرحبا بكل متابعين صفحة إبداعات روح وريحة الخياطة والكروشي على الفيسبوك مرحبا بكم حبيباتي الزينات مرحبا بكل أصحاب الأناميل الذهبية الخياطات والأصحاب الكروشي مرحبا بكم الأبناء اليوم جينا نعملو هذا البوني كروشي ولا القبعة كروشي ولا الشاشية كروشي كما نقوله احنا في المنطقة تعالنا الشاشية كروشي لبنات هذا اللي عملتها بمناسبة كأس أمم إفريقيا وعملتها على شكل العالم الوطني لمناصرة الخضر أي كما نقوله الفريق الوطني الجزائري عملتها لهم إن شاء الله تكون مربوحة لكم ولي حبت تعملهم هذو كمشروع مشروع مربح خاصة ران الآن في كأس أمم إفريقيا لبنات لي حبت تعمل مشروع تعمل هذوك تعمل هنا يا الإسويرات وتعمل كذلك ليموطيف وتعمل ليبوني ليشال يعني راهم كما نقوله يطلبوهم بزف يعني اللي حبت تستفدي يعني في هذا الآوينة شوفوا أنا عملتهم لكم هنا على شكل موربع كما هذك اللي يديرون فكرات عملت لكم هنا العالم الوطني الجزائري الأبيض والأحمر والأخضر اللبنات إن شاء الله كامل تستفادوا معي النجمة وهلال يعني ما عملتهم شو معاكم في هذا الفيديو إلا حبيتوا طريقة عمل النجمة والهلال ماذا بكم في التعليقات توعكم قولوا لي باش نعملهم لكم ما تنسوش اللبنات فعلوا زر الجرس اللي يسويكم كل ما هو جديد ومرحبا بكم معنا في الفيديو مرحبا بكم لبنات اللي عمل للبوني اللي شفتوا خاصة ترنا في كأس أمم الكريقية لازم يكون شعار الوطنية كما نقولوا ودايما يكون عنا شعارات واحد يدير بوني تعلمت داير كل واحد يدير كاليدير إكسسوارات كل واحد شيدي كاليدير شال أنا اليوم جيت نخدم لكم بوني كما شفتوا في فيداية الفيديو والبنات نحتاجوا اللون الأبيض يعني اللي يرمز للعالم الوطني الجزائري اللون الأحمر كذلك واللون الأخضر الأبيض للسلام والأحمر لدم الشهداء والأخضر لبلادنا الخضراء الجزائر كذلك أنا صنعت النجمة والهلال لبنات يعني النجمة والهلال سنقوم لكم في فيديو آخر إن شاء الله اليوم صنعتهم قبل الآن رح نبدأ معكم البوني فقط وش نحتاجوا؟ قلت لكم الألوان هاملة قدامكم الآن نحتاجوا كروشي هذا الكروشي رقم خمسة هذا كروشي رقم خمسة عندي نحتاجوا الميقص نبدأ لبنات اللون اللي نبدأوا بيه هو اللون الأخضر أنا رح ندير اللون على ثنين لبنات الخيط رح نديره على ثنين باش يكون روني أخشين رح نديره فقط من شو رح نديره للكيبار رح نديره للأطفال الأطفال هم اللي يحبوا بززافة كما نقول له هذو يبغو ثانهما عندهما عندهما كامل الجزيرين يكامل عندنا روح الوطنية خاصة نرانا في كأس إفريقي إن شاء الله إن شاء الله مربوح علينا إن شاء الله كما نقوله نربحه نبدأوا بنات على بركة الله نعملوا عدد من السلاسيل على طول واحد اثناني واحد اثناني ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة نكملوا العدد نرجع لكم عملت لبنات الطول ثنين وعشرين سنتيم لاحظوا ثنين وعشرين سنتيم تقريبا ثلاثة وعشرين نلفوا الشغل الآن نحن نعملوا بغرز الحشو هذا السطر نزيدوا سلسلة هكذا عفوا سلسلة هكذا ونعملوا هذا السطر كامل غرز الحشو هكذا غرز الحشو نكملوا هذا السطر بغرز الحشو ونرجع لكم لاحظوا البنات وصلنا الآخر غرزة نعملوا كذلك غرزة حشو هكذا لاحظوا بنات ونعمل سلسلة هكذا البنات مش رحين نعملوا هنا ولا هنا رحين نعملوا في هذه في الجيهة الخلفية هكذا لاحظوا نعملوا من غرزة الحشو في جيهة الخلفية لاحظوا بنات نكملوا كامل غرزة الحشو في جيهة الخلفية ونرجع لكم لاحظوا البنات وصلنا الآخر غرزة غرزة الأخيرة نعملها كاملة غرزة حشو باش الأسفل يكون لنا جميل جدا البنات ونضطروا اننا نعملوا غرزة حشو صاير داير نعملوا سلسلة في نفس هذه هنا نعملوا غرزة حشو كذلك رحين نلفوا ونعملوا هنا غرزة الحشو في جيهة الخلفية كما تعودنا لاحظوا البنات وغرزة الحشو لما تعرفش غرزة الحشو البنات رح نحط لكم درس على غرز الحشو نواصلوا البنات بنفس الطريقة لازم نعملوا بالنسبة للبوني هذا تعملي نفس عدد الأسطر الخضر مع البيض يعني يكونوا نفس العدد هكذا باش يكونوا متساويين بنات لأنه اللون الأخضر مع اللون الأبيض في العالم بلدنا هي الجزائر متساوي على هذه اللبنات دايما ديري العدد كيف كيف نكمل البنات السطر ونرجع لك وصلنا لبنات الآخر السطر نعمل كذلك غرزة أيضا غرزة هكذا في العمود الخلفية نعمل سلسلة ثم ما نعملوش في هذه ولا في هذه نعملو في هذه هكذا ونعملو كامل السطر في الجهة الخلفية للغرزة الحشو نكملوا السطر حتى نهاية السطر ونرجعلكم وصلنا لبنات كذلك نهاية السطر نعملو غرزة حشو كاملة يعني ليست في الجههة الخلفية فقط نعمل سلسلة أيضا ثم اللف الشهولو نعمل غرزة حشو كاملة لاحظوا بنات نعمل كذلك الآن غرز الحشو لاحظوا غرزة الحشو كيف تكون اللي ما تكونش تعرف لعه Polsce هكذا ثم نسحب هكذا ثم هكذا لاحظوا البنات يعني انا حبيت نوريها لكم اللي كلي ما شافتش الفيديو تاع الدروس كروشي لاحظوا هذي هي غرز الحشو البنات سنعملها معكم يعني بدون بط بيش تشوفوها غاية لاحظوا ان شاء الله كامل تستفادوا معي نكملوا البنات الاسطور بنفس الطريقة حتى نصل لعدد المناسب للأسطور ولدورا الرأس ونرجع لكم البنات نضيفوا اللون الأبيض لاحظوا البنات عملنا عدد من الأسطور ونقولكم مش حرة عندي الطول عندي الطول 17 سنتيم البنات لأنها يعطي يعني بشي كبير ثم الآخر السطر هنا لبنات لاحظوا نعمل غرزة الحشو عادية لاحظوا هكذا غرزة الحشو هكذا نجو لبنات هنا نجيبوا الخيط أنا الكوبة والشي رح ندير بها نجيب نفس الكوبة نعمل بها ندير الخيط لأنها نجبدو اللي الداخل و اللي في الخارج ونعملو بها شوفوا لبنات نعملو هكذا هالك السلسلة اللي غدي نديروها نزيدوها نعملها هكذا نزيبو الميقس هنقصو الأخضر البنات هكذا نتركو جزء أيضا من الأبيض يكون شوية أخضر رح نلفو هكذا البنات نحظوا بعد ما نعفونا نعملو هكذا غرزة حشو كاملة نجيبو اللون الأخضر هذك اللي قصيناه هكذا البنات باش نخفو الخيط نجان نظلوش نعودو نعملو فيه بحلقة الخلفية هكذا لون الأبيض هكذا البنات نواصلو الأعمال نخفو كامل الخيط هذا اللي هنايا مش ميبعد منو حتا جزء هكذا رحضوا البنات نكملو العمل في الحلقة الخلفية نحنو غرزة الحشو في الحلقة الخلفية باللون الأبيض يعني نفس الخطوات اللي عملناهم باللون الأخضر رح نعملوهم باللون الأبيض بنات حتى نصل إلى عدد الأصدر المناسب هكذا بنات غرزة الحشو في العمود عفوا اللي بناس هناك شغل خرج اللي غير خيط واحد يعني أنا نديل الخيط على ثنين لأنه هذا الخيط شوية رقيق هنا نبغي نعملو على ثنين نحنو بنات هكذا نعمل كامل هذا الأصدر بنفس الطريقة نعمل أيضا هذا آخر ساطر نعمل عفوا بنات لاحظوا نواصل بنفس الطريقة أعدد الأصدر المناسب يعني أنا عمل 17 سنتين بالأخضر ونحن نعملو 17 سنتين بالأبيض وراح ينركبو النجمة والهلال وكذلك واحدة الروتوشات راح غادي تشوفوهم معي بنات إن شاء الله كامل تكونوا هذي أسهل يعني هذي رانا ندرها للتشجيع الفريق الوطني الجزائري في كاس أمم إفريقيا إن شاء الله نربحو وبدو الكاس وصلنا هنا لبنات شوفو نجيبو هات كل لون الأبيض قادي نخفوها نحن هيا كذلك لاحظوا هخفو هنا في هذو البسطر كي عودنا رجعنا بشمية قوية الناش الخيط متدلي لاحظوا بنات نعمل غرزة الحشو كاملة وبعدين في الغرزة الأخرى في الثلاثة الأخرى نعمل غرز حشو جانب في الجهة الخلفية لاحظوا بنات نكملوا بنفس طريقة عدة أسطر ونرجع لكم لاحظوا بنات نعمل غرزة الحشو كاملة نعمل غرزة الحشو كاملة نجيبو الآن الإبرة نخيطوها لاحظوا بنات خليت جزء كاملة هنا خليت هذا الجزء الخيطة نخيط به نقول لكم كيف سكروها من فوق نعمل كل عين مع عين لبنات لاحظوا نعمل كل عين لبنات نقلبها لأن هذا الوجه يجب أن ترخز الخيط الأبيض يشغل واحد الكوبة الخيط يعملون العقدة يعني مقسو من عند المصنع لا أريد أن نقلب العقدات هنا ونقلبها من الداخل لا تكون في الخارج وصل الخياطة حتى نصل لبنات العدد نكمل الخياطة لاحظوا كيف سوف نخيط كيف سوف تضع نيشان لبنات نقوم بتكشين المصنع نقوم بتكشييرen فقط نقوم بتكشين المصنع اغني لاحظوا معيًا كيف سوف نقوم بتكشين المصنع يجب أن تكون المصنع بإنكام لبنات باش ما تروح الكمش يعني إلا حبيتي تديري بالقياسات تديري أفضل بالقياسات أنا كشغل يقول لك عينك ميزانك لاحظوا أنا غدي نزيد الآن و عقدة واحدة هكذا هكذا البنات والآن راح نخيط هكذا هنخيط في اللون هذا في الأبيض عفوا من البنات هنخيط في الأبيض هذه الخياطة الأفضل ما تخيطي هاش البنات كما قلت السحبي لأنه لما تسحبيها راح تشغل تتلم لك أنا منيش حبيتها تلمني حبيتها على شكل هذا الشكل هكذا لاحظوا البنات هكذا نحبيتها تكون هكذا كذلك راح نزيد نجيب اللون اللون الأخضر راح نركب الخيط به هذا الجزء الخضر ركب الخيط و نرجع له نكمل البنات الخياطة كذلك في الجيحة هكذا أنه هذا الكاميرا حين يكون الداخل غالي نخفو الخيط لبنات ما تنسيش دائما في الخياطة تاعك بإخفاء الخيط تلاحظوا راح نخيطه هكذي هكذا هكذا البنات بش متكوعد لناش كامل نقص الخيط و نقص الخيط و نعمل العقدة هكذا نضيف البنات بش متكوعد لبنات ننخفض الخيط نضيف البنات انا احبته كيمة هكذا لاحظوا الشكل التاعه جميل جدا هكذا لان تحبي تديري هذي كلها نحن نجيبه القلب نجيبه النجمة والهلال لبنات هكذا واذا ما تزاير دايما تزاير دايما تلعبين الوطان ان شاء الله ربي نخيطوهم كذلك نركب البرون نقوم بالخياطة نجو هنا في الواسط هكذا يعني يكون هكذا وحين نديروا لهذه هكذا نخيطو يعني لازم يكون الاخضر لاسق في الاخر مع الاحمر نخلي الجزء دايما نخلي الجزء من الخيط غدا كل الجزء غلي غدي نخيطو به نقوم بالخيط نقوم بالخيط نقوم بالخيط نقوم بالده نقوم بالده بأفون افريقية لبنات اعمليهم كم مشروع يعني مشروع مربح كامل يحبوا يشروع هذا البونيات يحبوا التشجيع باش يشجعوا الفريق الوطني لبنات على ذيك انا ننصحكم يعني اللي حبة تديرهم كم مشروع اديرهم مشروع مربح بامتياز يعني ديري سعر الباقي على حسب كمية الخيط المستعمل اللي استعملتي في العمل وعلى ثاني كذلك على حسب اتقان العمل تاعك لكن عمل متقن يعني احسبي السعر يكون على حسب اتقانك للعمل شوفوا البنات نحاولنا يكون الهلال هذك هو بانه اني شغلني نسرع بركي لقلا تكوني بالعقل تخدمي لاحظوا هذا هو الهلال تاعنا نجيبه كذلك النجمة هي البنات نجمة وهلال ضاوية في وسط الوطن هذي هي الجزائر حبيبتنا نركب الخيط ونخيطوا كذلك البنات النجمة كذلك مع بعض كذلك يعني اني نخيط فيها بالخف باش نطوش عليكم الفيديو هي اللي قلق بالعقال تخيطيها ايها انا باش منضوش عليكم الفيديو راني نخيط لكم بسرعة باش تشوفوا برك في تفاصيل الخياطة البنات عفوا اندخلت لي شوفو اندخلت لي البرة فسدت لي النجمة كامل شوفوا كيف فسدت لي هنا ايها شوفوا البنات قلت لكم عالا كشوراني نزرب تخيطين البنات بعد نسبت نزيد البنات نحصل إلى النهاية نسحب البنات سوف نقص الخيوط سوف نقص الخيوط هذا هو الشكل النهائي لهذه القبعة التي قمناها لكأس الفريقية على شكل عالم الجزائر ان شاء الله منصورة ان شاء الله ربي فرحنا ويتوجنا بالكيس ان شاء الله واش نقول لكم الابنات لا حبيتوا تعرفوا هذي عملوا هذي لانا فيها يعني كالابنات عملوا هذي عملت غير يعني لطفال صغير يعني مشي تاع كبار واش نقول لكم الابنات ما تنسيوش فعلوا زر الجرس ليسلكم كل ما هو جديد واشتراكاتكم تدعم القناة ومرحبا بكم إلى فيديو آخر ان شاء الله وبإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته